نعت رئاسة الجمهورية الشيخ خليفة بن زيد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي نعى لمصر والشعب الإماراتي الشقيق والأمة العربية والإسلامية أخا وصديقا من أعز الرجال ليعرب باسمه وباسم مصر عن خالص عزائه لأسرة آل نهيان الكريمة ولحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات الشقيقة داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته وأوضح متحدث الرئاسة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمة العربية فقادت اليوم أحد رموزها المخلصين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة زعيما حكيما وهب حياته لبلاده ومد أياد الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائل دول الأمتين العربية والإسلامية امتدادا لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرصاه والد المغفور له الشيخ زايد آل نهيان حكيم العرب وليسطر صفحات جديدة من الخير والنماء ولتحقق الإمارات في عهده نهضة وحداثة يشهد لها العالم وصرح متحدث الرئاسة بأن مصر قيادة وحكومة وشعبا لم ولن تنسى مواقف الشيخ خليفة النهيان الأخوية الداعمة والقوية في أدق ظروف والتي سجلها وكتبها التاريخ بحروف من نور